بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياب نهاردة معنا سلسلة المراجعات سلسلة المراجعات بنراجع فيها على كل أبواب الكتاب باب وبعد كده بنعمل مراجعة أيضا على مجموعة من الأبواب شاملة طيب النهاردة هنراجع على الباب السابع الباب السابع بعنوان سينيالي تنبراني ديكنتيرا سينيالي كومبلامنتاري يعني الباب السابع عبارة عن جزئين الجزء الأولاني سينيالي تنبراني ديكنتيرا إشارة الأشغال المؤقتة والسينيالي كومبلامنتاري اللي هي الإشارات التكملية ندخل مع بعضنا ونشوف الأسئلة اللي معايا النهاردة على الباب السابع شكلها إيه وإزاي هقدر هتعامل معها يلا مع بعضنا كده نتوكل على الله ونشوف أول سؤال معنا طبعا قبل ما ندخل على أول سؤال ونتكلم عليه بس عايز أنبه على حاجة إزاي تقدر تحل السؤال إذا كان السؤال اللي قدام حضرتك مدعم بصورة فلابد أنك تاخد بالك أول من الصورة وتركز فيها وتشوف هل فيه ترابط بين الصورة وبين الكلام اللي تحتها إن كان فيه ترابط وتشابه إلى حد كبير بين الصورة وبين الكلام اللي تحتها بنختار الإجابة فيرو إذا كان ما فيهش أي ترابط من قريب أو من بعيد بين الصورة وبين الكلام اللي تحتها فبنختار الإجابة فلسودية أول معلومة لابد تاخد بالك منها وكل مرة هديك برضو مفتاح يساعدك على حل الأسئلة نشوف مع بعضنا بقى عشان خطر الوقت السؤال الأولاني السينيالي رفجراتو بيقسر إنتجراتو لبانيلي كإنكا لالونجستا دي الكانتيراد أو لالونجستا دي الكانتيراد يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا بيقول في السؤال إنه هو ممكن يضاف إلى الإشارة الممثلة بانيلي إنتجراتيف يعني لافتة مؤقتة أو إشارة مؤقتة بتحدد طول الأشغال يعني هنا ممكن مع الإشارة ده هي السينيالي ده هو طبعا إحنا عارفين إن هنا السينيالي هنا خلفيته صفرة يعني معناته إن هنا منطقة أشغال أو فيه كانتيرا ستراداد تمام كده؟ يبقى عندي هنا كلمة كانتيرا يعني منطقة أشغال شغلة على الطريق على طول مثلا كلمة زالية على أقل بتعرفني إن الإجابة هتكون فيروة تمام؟ طيب الإشارة ده هي ممكن دي يجي معاها البانيلي اللي هو بتاع لونجستا يعني الساهمين دوا فريتشة اللي هم إلى أعلى وبينهم الرقم أو المسافة زي مثلا الساهمين وبينهم 380 متر أو الساهمين أو دوا فريتشة ألتستا الساهمين اللي هم وشتهم إلى الأعلى وبينهم دوا 0.8 كيلومتر يعني دولت بيقولولك إن منطقة الأشغال كلها على بعضها طولها حوالي 380 متر أو المسافة اللي فيها أشغال 380 متر أو المسافة اللي فيها الأشغال دوا 0.8 كيلومتر يعني 2.8 كيلومتر يبقى بتحدد لي طول منطقة الأشغال اللي هم إيه؟ اللي هي البانيلي الانتجراتي في العلامة الإضافية اللي بتبقى متواجدة بين الساهمين اليمين والشمال وبينهم الرقم أو المسافة يبقى السؤال الأولاني بتاعي هيكون فيرو نشوف بقى مع بعض السؤال التاني بيقول لي إيه؟ السينيالي رفجوراتو بيو إيسري بوستو بريما دي ريسترينجا منتو دي كاراتجاتا بيرلافورو إنكورسو طبعا هنا برضو الإشارة برضو خلفيتها صفرة إحنا طيما الباب بتاعنا الباب السابع كله أغلبيته الخلفية بتاعتها صفرة يعني منطقة أشغال أو إشارات بتاعة كانتيرا استرادوالي منطقة أشغال طيب هنا بيقول لي هنا اللي يمكن أن تتواجد الإشارة الممثلة قبل تديق في المصار بسبب أشغال طبعا لو فيه شغل على الطريق أو فيه تديق في المصار يعني إيه؟ ريسترينجا منتو كاراتجاتا يعني فيه المصار هايدين وبيحطولي هنا السمافرة أو الإشارة الضوئية علشان خاطر تعرفك إن فيه أشغال على الطريق وممكن الطريق يكون إيه؟ داية أو يتقفى الكرسية أو جزء منه علشان الأشغال طبعا الإجابة هتكون بيرو طبعا إن هي الإشارة ديه طالما فيه أشغال على الطريق يبقى احتمال يكون فيه ريسترينجا منتو كاراتجاتا يعني بيكون يكون فيه تديق على المصار وكمان القرس دهوت أو السنيال دهوت أو السمافرة ممكن يحطولي في النص دهوت قرس في المنتصف بلوتشا جالا لمبجانت دو أصفر وامر بتحط في النص دهوت بيعتبر زي إشارة تنبيه للعربيات أو الناس اللي معادية إن فيه هنا أشغال على الطريق الإجابة طبعا بتاعتنا فيرو نشوف السؤال رقم ثلاثة بيقول لي إيه السنيال وفجراته إندي كالا كورسية ديسبونيبل بير لاشير كولوسيوني هنا بيقول لي برضو تعلم الإشارة الممثلة عن الممرات المتوفرة للسير طبعا الإجابة هتكون فيرو بكل تأكيد لإن ديت عبارة عن إعلام بالممرات المتاحة أو المتواجدة حاليا هنا الممرات ديت هيبدأ تقلل عدد الممرات ديمونيري الكورسية بنقلل عدد الممرات هنا كان في الصورة عندنا تلات كورسيات هيصبحهم كورسيتين اتنين فقط يبقى هنا تقليص عدد الممرات من ثلاثة إلى اتنين يبقى هنا بيعرف لي في كل الأحوال الممرات المتاحة قدام مني الكورسية ديسبونيبل بير لاشوكورسيوني أقول له طبعا فيرو والإشارة دي كلها على بعضها بتبقى تكاتا سولا فيكولو انديترو البوست بستوريولي للفيكولي بتحط من الجزء الخلف للسيارة علشان تعلم ان فيه اشغال على الطريق على مسافة تشينكو تشيكوانتا متر خمسمائة متر يبقى ثلاثة هقول برضو فيرو السؤال رقم اربعة السينيال رفجراتو انديكا دي اسفولتاري سوبوتو اديسترا هنا السؤال رقم اربعة بيقولي تعلم الاشارة الممثلة عن ضرورة الانعطاف يمينا محالا نعطاف لنحية اليمين ثوبوتو طبعا الاجابة هتبقى فالصو الفالصو ليه لان هنا جماعة الاشارة دي ببساجة وبليجاتوريو بير فيكولو اوبراتيفو يعني ممر اكباري نظرا لوجود آليات عمل بتشتغل على الطريق او في عربيات ماشية ببطء يبقى هنا الاشارة بتشير الى ضرورة تجاوز الحاجز من على اليمين يبقى هنا مفروض ان انت بتشوف الاشارة دي خلف اي فيكولو معناتها انني يجب اتجاوزه من ناحية اليمين وليست هنا اسفولتاري هنا كلمة اسفولتاري يعني انعطف طبعا هنا مفيش انعطاف يبقى السهم ده هوت على طول لما بتشوفه وجيه معاك كلمة اسفولتاري طبعا هتقول فالصو اما اذا جاء لك كلمة بصاري هتبقى فيرو يبقى هنا المعيار او المكياس بين الكلمتين ده همت في الاشارة ده هي اسفولتاري وبصاري اسفولتاري يعني هننعطف يبقى تقول فالصو انما قال لك بصاري يعني هتجاوزه اقول له فيرو يبقى رقم اربعة فالصو فالصو ليه لان هنا مش نعطف ناحية اليمين بارتجاوز للحاجز المتواجد من ناحية اليمين يبقى اربعة فالصو ندخل على السؤال اللي بعد كده رقم 5 بيقول لي هنا في السؤال يعني هنا بيقول لي في السؤال يمكن استخدام الحواجز الممثلة في معابر اجتياز السكك الحديدية امتى اذا كانت الحواجز معطلة لما يكون البرييرة بتاعة البصاري جوليفيلو عطلانة او مقصورة ايا كان بنستخدم البرييرة ده هي كاعلام او بتحل محل البرييرة بتاعة البصاري جوليفيلو خاطر في جواستو او في رط البرييرة او ايا كان السبب فبتحلها محلها لفترة وجيزة وبعد كده بتشال يبقى الخلفية الحمرة فندودة ديت معناتها ان هي مؤقتة يبقى هنا بتشير الى وجود عمل على الطريق طريق مغلق مثلا بنحط لك الاشارة ده هيت او البرييرة ده هيت وممكن كمان هنا بيحطوها معا كمان لوتشا روسا فسا دوء احمر ثابت في حالة لما يكون الرؤية محدودة يبقى فيما يكون فيه شبورة ورؤية محدودة بيبقى مصاحب مع هذه البرييرة لوتشا روسا فسا دوء احمر ثابت يبقى السؤال بتاعنا خمسة فيرو السؤال الخامس هيكون فيرو نشوف السؤال البعض يقول لي ايه هنا السؤال رقم ستة عايز يقول لي تستخدم الاشارة للإعلام عن منطقة خاصة للوقوف الكونان اللي هو القرطاص او القمع او الشكل القسطواني ده هوت يستخدم فيه تحديد منطقة اشغال او للإعلام عن تحويل مصار او للإعلام عن حادث او فصل مؤقت للسير انما يستخدم فيه باركيجو او كرسية باركيجو روسيرفاتا طبعا الكلام ده مش مصبوط هقول عليه فالسو يبقى الكونان ما بيستخدمش او ما بيشيرش الى باركيجو روسيرفاتا منطقة خاصة للتوقوف يبقى فالسو سؤال رقم سبعة السينيال رفوجراتو السابع بيقول لي تعلم الإشارة الممثلة عن عدم الوصول الى نوفارا مش هنقدر نوصل الى نوفارا طبعا هنا برضو الإجابة هتكون فالسو ليه؟ لان هنا نوفارا الطريق هوت يا جماعة مفتوح مفيش اي مشكلة بس في حاجة صغيرة ايه هي؟ ان هنا مش هقدر اوصل لنوفارا بطريق عدل او سيجورد ريتو يعني استمر في نفس الاتجاه للوصول لنوفارا لا ما يقدرش هم في منطقة اشغال هنا على الطريق طولها حوالي اتنين كيلومتر فانا يجب علي ان انا احود او انعطف يمينا واخد الدوران دهوت وبعد كده استمر في اتجاهي نحو نوفارا يبقى هنا الوصول لها بطريق مباشر ما ينفعش في اشغال هتنعني ان انا استمر في نفس الاتجاه ان انا ما يجب علي ان انا امشي مسافة اثنين كيلومتر اللي هي الديفزيوني او التحولة في الطريق نحية اليمين وبعد كده اقدر اوصل الى نوفارا يبقى رقم سبعة هيكون فالسو ليه لان هنا الاشارة ما بتقوليش ان انا مش اقدر اوصل الى نوفارا بس اللي انا هقدر بس المشكلة كلها اللي انا مش هستمر دريدته او مش اخد طريق دريدته بس هنعطف يمينا مسافة اثنين كيلو علشان اشغال الطريق اللي موجودة زي ما احنا شايفينها هيت على الطريق يبقى هنا العلمتين ده همت او دوا فريتش دهوت التستا اللي ساهمين اللي قاعد ده همت وبينهم اثنين كيلومتر يعني بيقولي دي بانيلا انتجراتيف طول المنطقة الاشغال او طول التحويلة عبارة عن اثنين كيلومتر تمام كده يبقى سبعة هنقوله فالصو سبعة هقوله ايه فالصو ندخل على السؤال اللي بعد كده معانا السؤال الثامن بيقولي السينيال لفجراته هنا رقم تمانية تتواجد الاشارة الممثلة كرب تقاطع يصبك اشغال طرقية بتواجد كرب تقاطع بيصبك منطقة اشغال طرقية طبعا ليرو ليرو ليه لان هنا طبعا الكارتلو او السينيالي جاي بالفندو جلو الفندو جلو على طول يبقى كانتيرا ستردال يبقى هقوله فيرو طبعا الاشارة بتشير الى وجود اشغال على الطريق وهنا كمان للوصول الى لوكا هيت عشان توصل الى لوكا يجب على العربيات اللي هي بتتجاوز سبعة طن ان هي تعمل برضو ديفيزيونة تغير اتجاه السير ما تاخدهاش ديريتو لان الديريتو هنا ممنوعة تمام كده العربيات اللي هي وزنها سبعة طن او بتزيد عن سبعة طن ما تقدرش تستمر للوكا ديريتو تمام كده يبقى رقم تمانية هنقول عليه فيرو تمانية فيرو منطقة اشغال او كانتيرا ستردال يبقى فيرو السؤال التاسع السينيال للفرقات ان ديكا هنا اريا دي سوستة بيرل الاوتو كار يعني الاوتو كار تعلم الاشارة الممثلة عن مكان سوستة بيرل اوتو كار للتوقف بتاع الشاحنات طبعا الكلام ده فالسو مش صحيح ليه لان هنا ده مش سوستة او مسينيال بيرل اوتو كار او مال ده ايه ده عبارة عن اشارة ارشاد ونصح للعربيات اللي هي الشاحنات اوتو كار اللي بتنقل بضائع وبيتجاوز او بتزيد كتلتها الاجمالية عن تري فيرجولاتشينكو تورنلاطي ان هي تنعطي في ناحية اليمين يبقى تسعة هقول عليه فالسو سؤال العاشر السينيال رفجراتو كونسيليا توت كونسيليا توت الفيكلو دي سيجويري دي دي ريسيوني لادرسيوني اندكاتا دي لفريتشا هنا بيقول تمصح الاشارة الممثلة لكل العربيات بالاستمرار في الاتجاه المحدد اشارة نصح للعربيات اللي هي موجودة في الشكل ان هي تستمر في الاتجاه المحدد طبعا الاجابة هتبقى فالسو ليه لان هنا كونسيليا هنا كونسيليا دي الاشارة دي تجمعها مش كونسيليا الاشارة طالما جاية معاها سينيال دو اوبليجو اصبحت اوبليجاتوريو يعني اجبار وليست نصح يبقى فالسو يبقى هنا الاشارة عن اتجاه اجباري للعربيات المتعددة القاطرات الاوتوتريني والعربيات المرتحمة الاوتو ارتقالاته وليست اشارة نصح بل اشارة اجبار يبقى عشرة هقوله فالسو السؤال اللي بعد كده السينيال لفجراته اوبليجو الاوتو كاري شيركولاري بيرفيلة بررلالي هنا السؤال عايز يقول تعلم الاشارة الممثلة كرب اشغال طرقية عن الممرات واصناف عفوا السينيال رفجراته اوبليجو هنا تجبر الاشارة الممثلة الشاحنات ان هي تسير في صفوف متوازية في بيرفيرا برلاليري صفوف متوازية طبعا الاجابة تبقى فالسو ان هم ديت الاشارة ان هو بيقولك تمشي في صفوف متوازية فالسو ومال ده سينيالي ايه؟ ده سينيالي لووزو كرسية استعمال او الممرات المتاحة قدام حضرتك العربيات تمشي في اي ممر سواء يمين او اليسار انما لقى تقر بس ياخد المسار او الكرسية الا على اليمين ما يقدرش يمشي في الكرسية الا على اليسار وليست شوركولاري برفيلا بلر يبقى 11 فالسو السؤال ال 12 بيقوله هنا السينيال هنا السؤال عايز يقول لي تعلم الاشارة الممثلة كرب اشغال طرقية عن الممرات واصناف العربيات التي تستطيع استخدام اصناف المركبات بتصنف المركبات اللي هي هتقدر تستخدم كرسية كل عربي هتروف اي كرسية بالزبط وطبعا الاجابة هتبقى فيرو تعلم عن اعمال طرقية خلفية صفرة طبعا وكمان بتعلم عن كيفية استخدام الممرات المتاحة لفئات معينة من العربات زي ما احنا شايفين هو مصنفة كل كرسية العربيات تمشي في الاثنين انما الاوتقار ما تمشيش الا في الكرسية الا على اليمين السؤال رقم 13 الدينتور رفجراتو سيرفنو سيرفنو فيزلزاري ميليو لاندامينتو دي لاسترادا لاندامينتو دي لاسترادا السؤال هنا بيقول تسمح العلامات التنبيهية ان هي توضح او تبرز او تبين الطريق بشكل افضل او احسن طبعا فيرو دينتور ده هو تجماع مع الليل او خصوصا في اثناء الليل او الساعات المتأخرة من الليل وفي حالات ايضا الشبورة بيبقى تايما مع نور السيارة بيوضح او بيبين جوانب الطريق بصورة افضل طبعا اللي جايبها هتبقى فيرو يبقى هنا دينتوري نورمالي دي مارجنا بيرسترادا او كارجاتا سينسا اونكو يبقى ده بتحط في الطريق باتجاه واحد علشان يوضح ويبرز المصار بصورة افضل يبقى اقول فيرو السؤال الاربعتاشر دينتوري فيجراتو سونو اوتلا سبرتوتو سبرتوتو نيل كازا دي برضو نفس الفكرة هنا العلامات التنبيهية الممثلة مهمة وخصوصا في حالة في حالة الرؤية المحدودة طبعا الاجابة هتبقى برضو فيرو لان برضو ده دينتوري نورمالي بالمارجنة بالاسترادة دوبيو سينسا دي استرادة دوبيو سينسا اللي هو في لونين المختلفين الأصفر والأبيض بيبقى دايما متواجد على الطريق باتجاهين للسير لون أحمر أو أبيض يدم وضعهم على مسافات متغيرة من بعضه البعض يبقى هقوله فيرو السؤال اللي بعد كده عندي رقم 15 الديناتور رفجراتو البوست تتواجد العلامة التنبيهية على جانبات نفأ ذو اتجاه واحد الإشارة ده بتواجد الديناتور بارجلارية بتواجد على الأنفاء اللي هي سينسا اونيكو باتجاه واحد عشان يبرز ويوضحها بشكل أفضل طبعا الإجابة تبقى فيرو سؤال رقم 16 الديناتور رفجراتو تتواجد الإشارة الممثلة على جانبات مصار في الطرق الجبلية طبعا السينيال ده هوت او الإشارة ده هوت بعلامة تنبيهية للطرق الجبلية وطبعا هي مرتفعة ليه عشان توضح لي عندما يكون هناك تلج كتير لما يكون فيه تلج كتير الإشارة ده تغطوش تبقى ظهرة واضحة للطرق ده 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 بتاع المناطق اللي فيها سلج كتير السؤال 17 ده ده سينيال وقون استراد ده في سي تروفانو سليطة إديتشيزا هنا برضو السؤال ده تستخدم الإشارة الممثلة على الطرق المرتفعة والمنحدرة طبعا الإجابة هتبقى فالص ده 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 اللي هي العلامات التنبيهية للمنعرجات الضيقة أو الدائرية إذا كان باللون الأبيض يبقى هنا اللون الأبيض والأحمر فتبقى هي إشارة مؤقت إنما هنا كان باللون الأبيض والأسود تبقى إشارة دايما بتاعة المنعرجات يبقى 17 فالص السؤال رقم 18 إديناتور رفجراتو إنستلات ده أونان كوروشو فورماط دي تي هنا تتواجد العلامة التنبيهية الممثلة في تقاطع على شكل حرف التي طبعا الإجابة تبقى يعني تتواجد عند التقاطعات التي على شكل حرف التي مع إمكانية لنطاف يمينا أو يسارا وعدم السماح بمواصلات السير في نفس الاتجاه ده عطف يمين ماشي عطف يسار ماشي إنما تستمر في نفس الاتجاه فده ممنوع السؤال رقم 19 تشير الإشارة الممثلة إلى منعرج أو منحنة خطيرة على إليمين طبعا الإجابة هتبقى فيرو ده كيرفو بريكولوز وديسترا يبقى فيرو السؤال العشرين تشير لأون كرسية رسيرفات للأوتوبوس والتاكسي طبعا هنا عايز يقول تعلم الإشارة الممثلة عن ممر مخصص للأوتوبوس والتاكسي الإجابة تبقى فالصو ديناتوري بير اللي استقلوا ديناتوري حاجز أو علامة تنبيهية بير للحواجز أو للتجاوز للحاجز سواء كان السلفاجينت أو أيا كان الحاجز اللي انت هتتجاوزه تعلم عن وجوب المرور على يمين جزيرة المرور مثلا وكمان هنا بيبقى فيها عبارة عن لوتشا المنطقة الدائية اللي هي اللوتشا اللي فريتاندرية بتعكس الضوء عندما تسقط أشعة أو ضوء السيارة على هذا الجزء فبينور أفضل أو بيبين المصار بصولة أفضل يبقى هنا فالصو ليه؟ لأن زي ما قلتلك قبل كده ما فيش طالب بين الكلام الموجود وبين الإشارة يبقى على طول تقول لي فالصو السؤال رقم 21 هنا بيقول لي في السؤال رقم 21 تعلم الإشارة الممثلة عن جزء من الطريق يمنع التوقف فيه طبعا الإجابة هتبقى فالصو ليه؟ لأن اللي قدام مني دوس artificial اللي هي المطب أو المطب الصناعي المطب الصناعي فايضو إيه؟ إنه بيجبر سائق السيارة على تخفيف السرعة أي سؤال يجي على هذا الجزء يا جماعة وخارج عن هذا الجزء أنه بيعمل ريرين تاري يبقى أقول له فالصو أي حاجة تبقى خلاف كلمة ريرين تاري تخفيف سرعة يبقى أقول على السؤال اللي بيجي على دوس artificial فالصو سؤال رقم 22 السينيال لرفجراته indica unab unab birla formata del autobus هنا عايز يقول تعلم الإشارة الممثلة عن مكان للتوقف لل autobus طبعا فيش ترابط أقول فالصو السينيال دي عبارة عن سينيال دي كورسية كيوزة إشارة إعلام عن ممر مغلق بسبب أشغال أو بسبب تقليص على الممرات من ممرين بقوا ممر واحد فقط يبقى 22 فالصو 23 السينيال لرفجراته indica de surbassari los staclos los sinistra هنا الإشارة تعلم عن عذب تعلم الإشارة ممثلة عن indica de surbassari los staclos sinistra تعلم الإشارة الممثلة عن تجاوز الحاجز من على اليسار السينيال لرفجراته indica de surbassari los staclos los sinistra يبقى تجاوز الحاجز من على اليسار طبعا الإجابة ستبقى فالصو لأن هنا أعمل surbassari للحاجز من ناحية اليمين وليست من ناحية اليسار يبقى أخذ بالك من الإشارة لأن الإشارة يمين إيه إنما هنا بيقول sinistra على الشمال يبقى فالصو يبقى المشكلة فقط داخل بالك شوية وتركز في الصورة إذا كانت الاتجاه السهم يمين أو يسار بعد كده عند 24 السينيال الفجراته سيبو trufارس la strada urbani ou strada exturbani هنا تتواجد الإشارة داخل وخارج المناطق السكنية طبعا الإجابة هتبقى فيرو ممكن تتواجد إشارة ضوئية مؤقتة طبعا ناتجة وجود أشغال على الطريق ممكن تتواجد في السرada urbani أو السرada exturbani يبقى لفيرو بعد كده ندخل السؤال 25 سيبرار la carajata دي بيست تشك لابلي الإشارة الممثلة بتفصل المسار عن ممرات الدراجات الهوائية طبعا قلت ما فيش ترابط هقول فالسو دي بس بنستخدم لما يكون فيه حاجز أو فيه فصل حركة سير من طريق لطريق آخر إنما بيصل الكارجات عن البست تشك لابلي منطقة الدراجات الهوائية طبعا الكلام ده مصحيح فالسو سؤال رقم 26 السينيال لفجراته فبرت دي السينيال تومبراني بيركنتيرا دي لفورس والاسترادة الإشارة الممثلة عبارة عن إشارة أشغال مؤقتة لأشغال على الطريق طبعا فيرو الإشارة دي بتتواجد كرب تقاطع بيسبق منطقة أشغال وطبعا فيها جزء من إشارة سينيال دي دي فيتو إشارة المنع اللي هي ممنوع مرور أو تقر اللي هي تستمر في نفس الاتجاه بيرلوكا بيرلوكا عند بعد كده السؤال رقم 27 سينيال فجرات برافيزو دي 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 رفرون تامين تي دي سوستا بير ميزي بيزانتي تعلم الإشارة الممثلة عن مكان للتوقف للتزول بالوقود للشاحنات البطيئة طبعا فلسو هنا مش مكان للتزول بالوقود طبعا فلسو الإشارة دي بتشير إلى وجود أشغال طريق وكمان على العربيات اللي هي متع عديدة القاطرات الأوتوترين والعربات الملتحمة الأوتو أرتوكولاتو إن هي تستمر في نفس الاتجاه ممنوع تنعطف يمين أو تنعطف يسارة يبقى فلسو سؤال رقم 28 تتواجد الديناتور رفجراتو ستروفانو فوري دي الكاريجاتا الإشارة الممثلة بتتواجد خارج المصار طبعا اللي يم ده فلسو ليه لأن الديناتور ده هو موجود الانتيرنو دي الكاريجاتا بوسط الانتيرنو دي الكاريجاتا تتواجد داخل المصار عند تواجد حاجز يبقى الإشارة دي ده المصار ومش بر المصار يبقى فلسو السؤال رقم 29 الديناتور ورفجلاتو سون الدي سينيالي كومبلمنتاري هنا تعتبر العلاميات التنبيهية ده هي تجمع دي كلها عبارة عن إشارات تكملية سينيالي كومبلمنتاري طبعا أقول لون الأحمر والأبيض تعني طريق باتجاهين للسير الأحمر على يمين والأبيض على اليسار يبقى استراضة دوبيو سينسا السؤال اللي بعد كده التلاتين والأخير الديناتور رفجلاتو تعلم الإشارة الممثلة طبعا عن جسر متحرك ما فيش ترابط بين الصورة وبين الكلام يبقى فالسو ما قدام مني دي يعني علامة تنبيهية في التقطعات التي على حرف تي وتعني أيضا إمكانية اللي نعطاه في مين اسفولتا ديسترا اسفولتا اعطاف مين أو الاعطاف يسارة إنما الاستمارة في نفس الاتجاه فبتمنع ذلك كده أنا خلصت اللي معايا عبارة عن 30 سؤال حدثك حاول تحلهم تاني مرة واثنين وثلاثة من غاية لما تبقى خلاص حفظت شكل السؤال بحيث لما ديلك نقدر نآجب عليه وإحنا مرتاحين جدا شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة وحتى ألقاكم في درس جديد من دروس سلسلة المراجعات لكم من خلص المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته